لحظة استقبالك لخبر ان انت اختروك ضمن قائمة الملهمات او الاكتر تأثيرا في المصريات مين اللي كان نعاكي ساعتها وكان احساسك ايه وحاساتي الاين الضبط يعني حكاً لك جاءت لي سكرينشوت فانبساطة قوي جدا وبعدين كلمت جوزي وكلمت الشغل عندي وكان بتتكلم اهلي واحد كنت وكتب صوتها احساسي ايه انبساطة وكنت فخورة وكان موتف ليا ان انا ابتده ان شاء الله قدام اعمل حاجات تانية احسان فعملتي خطة بالفعل مستقبلية ان شاء الله ما عنديش خطة مستقبلية قوي جري ان انا احاول اشغال اكتر فانجح اكتر ان شاء الله بس هي ما سألت سؤال في اوله وعدته كده يعني الصعوبات يعني انتي اكيد ما انجحكيش كده وتكرمتي كده بسهولة يعني فيه صعوبات عدت عليكي احكي لنا عشان الستي اللي بتشوفك النهاردة تبع عندها امل انما قابلها صعوبات تتخطيها في الشغل يعني ولا في الحياة؟ شغلك طبعا يعني اكيد ما انجحكيش على طول يعني لا ما انجحتش على طول انا كنت خليجة ألسن ما معرفش اي حاجة عن اي حاجة فروحت الشغل عندي كنتش بارف في الاول خالص عم الريبلاي تقول ده فاكت يعني احنا كنا عندها من نتعلم في الترجمة في الاسسس الاداة الحاجات الادبية والحاجات دي ما كانش اي عراق خالص يعني ما كنتش فاهمة يعني ايه يعني كب يجيلي تايتلز ما كنتش عارفة دي ايه مديريني بقى اخدوها معي براحة وخطوة بخطوة بعد كده اهلي بتدوا يدوني يشجعوني ان انا بتدي اخد دراسات بعد كده جوزي تديني سابورت فهي حاجة بتوصل لحاجة بتوصل لحاجة بس عملي ما كنت حنجح في شوك دي لو مديرينيك ما كنوش راسكو فيك نوا يدوكي ما احبطيش لقاتي ناس بتساعدك طول الوقت على الحد ما تجوز بلس انا مش من نوعنا بيحبط قوي يعني انا بقى اكت اكوردنجلي يعني اذا دوقتي لو قاقف مشكلة بتشوف انا حلال يعني بدايق ساعات وبقع 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 ما فيش ندر زي ما كنا بنقول في الفقرة اللي فيها حاجاته حاجاته ما في حاجات كتير كل الانسان بيخطأ في حاجاته اياي يا ريتلي نندم ونقوم لقف ونكمل عاية وانتي نندم هت اكت اكوردنجلي واندي كيس حالي تايلي